في المنا عن قصة حقيقة الكلب اسمه هاتشي الكلب تعمله تمثال من البرونز في محطة في توكيو الكلب كان طارد عشان يوصل لحد بس في الطريق العنوان اتقطع من على صندوقه وبعدين وقع الصندوق في الارض ودخل الكلب يطلع منه في المحطة قبل ما يحطوه في القطر ده باركر واللي لقى الكلب وافتكره تايه من صاحبه واكيد بيدور عليه ومش لقيه دخل عند عامل المحطة وطلب منه ياخده يخليه عنده عشان لما صحابه يسأله عليه بس العامل رفض خاف يسيبه طول الليل لوحده في المكان اضطر ياخده معا لبيته عشان يقضي الليلة عنده والصبح يرجعه المحطة عشان صحابه ياخده وصل لبيته وبهدوء حاول يحطه في مكان عشان زوجته متشوفهوش والكلب معاه دي زوجته كت واللي كانت منتظرة جوزها بس هو خايف عشان هي رفضة يكون فيه كلب في البيل بعد ما طلعوا قدتهم سمعت كت صوت تحت الزوج متوطر عشان عارف مصدر الصوت مين الكلب بيدور على البركر وده خليه يطلع السلم رغم صوره لغاية ما وصل لقضتهم والسرير وبدأ يشم في المكان الزوجة اتفزعت لما حست ان في حد معاهم في القوضة حاول يهديها بعد ما مسك الكلب ويفاهمها انها ليلى واحدة بس والصبح يشوف لصحابه اخدوا برا البيت في مكان مخصص للكلب وده المكان اللي كانوا حطين فيهم كلبهم القديم اللي مات الزوجة رفضت جيب كلب تاني عشان موتهم بيقلم افراد العيلة كلها دي بنته اللي اعجبت جدا بالكلب وكانت عايزة تحتفظ به بس مامتها مصرة على انها تعرضه في اعلان لأسرة تاخده لما البنت سألت بابا عن اسمه قال لها ان اسمه ديه في المؤقت وده علشان ما يزعلش مراته طبعا الام حسب رغبطه ما هم الاتنين بالاحتفاظ بالكلب بس زعلها على كلبتها القديمة خلها رفضة ووقفة ضدهم وهو احترم رغبطها الصبح معاد شغله اهد الكلب معا عشان يشوف له أسرة تاخده بنته بتحكيله عن حبيبها الجديد واللي هتجيبه يوم عشان يتعاشى معيهم وصل لمكان مخاصص للكلب وعرضه على العامل هناك بس ما عندهوش مكان للكلب وقال له خليه عندك اسبوعين لغاية ما يبضى مكان واحنا هنكلمك اسبوعين كتير بالنسبة لزوجها رفضة يوم واحد حتى اخده عند المحطة وراح لصحبة المكتبة اللي موجودة هناك واللي حبت الكلب جدا فكرت تخليه عندها مع قطتها بس القطة هجمت عليه وده خلى باركر ياخده يمشي بعد ما علق الاعلان عندها اخر مكان فكر يسيبه عنده قبل ما يركب القطر اللي بيوصله لشغله عند بياع القهوة بس طبعا رفض علشان ما عندهوش طولة بالي راعي كلب صغير وهو طالع القطر عامل المحطة بلغه ان ما حد سأل عن الكلب وده خلى يفكر ياخده معاه شغله العامل قاله ممنوع الكلاب تركب القطر بس هو ما عندهوش حال تاني ريكب بيه القطر هو مخبه في الشنطة علشان ما حدش يلحظه وصل بيه شغله هو بيشتعل دكتور في الجامعة بدرس الموسيقى الكلب بيتحرك حواليهم اخدوا باركر وشارو كده هو اللي تعلق بيه راح لصديقه واللي عرفوا ان الكلب ده من فصيلة ندرة ومميزة جدا لما لقى على صدره سلسلة مكتوب عليها رقم 8 هاتشي بالياباني وهو رقم الحظ والسعادة قرر يسميه هاتشي علشان عجبه الاسم جدا عرض على صاحبه ان ياخده بس هو قاله انه هو ظهر قدامك يعني انت نصيبه هو اختارك باركر مجدود للكلب بس في نفس الوقت مش عايز يزعل زوجته اللي بيحبها من كل قلبه اخدوا للبيت وفي حماس بيحكي لزوجته عن سلالة الكلب الندرة ولما قالها هاتشي كلبه مميز اتهمته انه سميه وعايز يحتفظ به بس هو قالها لا حنشوف له عيلة تتبنى انا علقت الورقة في اكتر مكان صدقيني وهم بيتكلموا الكلب كسر مشروع الزوجة في مكان الكلب القديم والكلب عينه على البيت طول الوقت الرياح شديدة برا البيت ودخل باركر يدخله جواه في الدفا وده طبعا بعد ما نامت زوجته بدأ يدور على النت على معلومات عن فصيلة الكلب واللي هي فصيلة ملكية وكان الكلب معاه وهو بيعمل بحث هيتلع ينام بس حط الكلب في الدفا وشغله تلفزيون علشان يسليه بس غير رأيه وقرر يصهر معه عشان يتفرج على مبراشة غيلة صحية الزوجة على صوت التلفزيون ولما نزلت التحت لقت جوزها نايم والكلب جابه ولما صحته اتفزع طبعا عشان كده هي عرفت ان دخل الكلب تاني للبيت قال لها الليلة دي بس عشان يتجاوه برا بارت تخيلي ده حب المباراة وتفرج عليها معايا الزوجة مش عارفة تعمل ايه فوافقت طبعا على اساس انها ليلة واحدة تانية وبس الصبح باركر بيلعب مع الكلب بيعلمه يجيب الكورة وبنته شافته والام قالت خلاص ده فقط السيطرة عن نفسه قدام الكلب اخيرا جالها تليفون من جمعية بخصوص الكلب بس هي لما شافت جوزها وبنتها بيلعبوا معايا بفرح قررت تحتفظ بيه عشان دي رغبة جوزها كبر الكلب وكان تعلقه بصاحبه بزيد لكن لما بيروح الشغل كان بيسيبه لوحده واليوم ده قدر يخرج من البيت بعد ما حفر حفرة في الارض لغاية ما وصل لمحطة القطر اللي صاحبه بيركب فيها كل يوم شافه باركر وهو في القطر وده خلاه ينزل حاول يفاهمه يرجع للبيت بس الكلب مش سامع الكلام اضطر يرجع بيه بنفسه للبيت ويسيب القطر خوفا عليه لا يطوب لما وصل للبيت بدأ يسد الفتحة لكلب حفرة شافته زوجته واخدت منه اللي بيعمله عشان يلحق يروح شغله وفضلت هي مع الكلب هي كمان بتحب الكلب رغم انها بتتجنبه عشان مش عايزة تتعلق به زي كلبها الاول الساعة خمسة معاد رجوع الاب خرج الكلب من البيت وروح للمحطة عشان يستقبل صاحبه كل اللي في المحطة بيبصوا عالكلب اللي واقف لوحده وصل باركر للمحطة والكلب يجري عليه واللي مش مصدق ان الكلب هنا لوحده من غير زوجته بنته جايبة صديقها عشان تعرفوا على عليتها الكلب بيشارك صاحبه كل حاجة طول الوقت ما بتحركش من جنبه حاول حبيب البنت يلعب مع الكلب بالكرة بس باركر قال له هو ما بيحبش اللعب انت جيبها لو عايزها هو مش هيتحرك من مكانه بيشتكل صديقه ان الكلب بيلعبش معايزة بقيت الكلاب بالكرة بس الصاحب قال له انه وصلته ما بتفضلش النوع ده من اللعبة هتعمله في حالة واحدة بس لو عايزة ترضيق تاني يوم الكلب عايز يوصل صاحبه للمحطة كان متردد في الاول بس سمح له انه يخرج معاي ووصله الهناك بعد ما وصل المحطة طلب منه ويرجع تاني للبيت فعلا الكلب سمع الكلام ومشي وهو في طريقه وقف عند محل وصاحبه اديه لأكل وصل كارتر ولقى الكلب مستنيه في نفس المكان الساعة خمسة العلاقة بين الكلب وصاحبه بقت اقوى من اي شيء وده خلى ولقى الكلب بيزيد لصاحبه والكل بيقول عليه محظوظ لحب الكلب ليه جي يوم فرح بنته والكلب مشاركهم كل الصور كأنه فرد من العيلة وبارجرزات تعلقه بيه خاصة بعد ما مشت بنته من البيت رجع يوم من شغله ملقاش الكلب مستنيه راح لمرأة وشغلها ما تعرفش حاجة عن الكلب راح البيت لقى واقف قدام حيوان وخايف يتحرك بسببه هو ده سبب ان الكلب مراحش يستنيه عند المحطة صاحبه حاول يتخلص من الحيوان بس وقع رجعت الام من البيت ولقت جوزها مع الكلب في الحمام بيحاول يتخلص من الريحة الكريهة لسببها ليهم الحيوان قتلهم بنتهم للبيت واللي بلغته منها حامل الخبر اسعد الام جدا ولما وصلت عند باباها فرح بخبر حملها قوي والكلب بيرقبه وهو سعيد مع بنته الليلة الاخيرة للزوج واللي قضاها مع زوجته عرفها قد ايه هو كان سعيد معاها وان حياته كانت كاملة بوجودها جنبه الزوجة واللي بتعشق جوزها بجنون هي كمان قدته انها اسعد انسانة في الدنيا بسبب وجوده جنبها الكلب قضى الليلة كلها هو صاحب يرأي بالبيت من برك كأنه بيشعر ان في حاجة هتحصل الصبح الكلب مش عايش صاحبه يروح الشغل بس هو مش فاهم ليه الكلب بيعمل كده وحتى النرافض يوصله للمحطة زي كل يوم لما وصل للمحطة الوحده شوية ولقى الكلب جاي وراه وجايب له الكرة علشان يلعب معا بيها بيحاول يكسب رضاها علشان ما يركبش القطر الزوج واللي لازم يروح شغله لعب شوية مع الكلب والكل بيرائبهم على العلاقة المميزة اللي بينهم ركب القطر والكلب بدخل المحطة وبيرائب صاحبه الزوج وهو في محطرة في الجامعة كان نشيط كاعدته بس فجأة حس بشوية ارهاق وده خليه يوضع كرسي جنب الطلبة وفجأة وقع الارض ومات الكلب الساعة خمسة قدام المحطة في انتظار صاحبه كاعدته بالليل وصل زوج البنت للمحطة عشان ياخد الكلب للبيت زوجته وبنته وجوزها راحوا يحضروا جنازة الزوج المحب وهم كلهم ألم على فرقه قررت البنت تاخد معا الكلب لبيتها ولما ركبته العربية كان بيرائب البيت يمكن يقدر يشوف صاحبه هناك الكلب عنده اكتئاب بسبب غياب صاحبه عنه حتى ان وجود طفل حفيد صاحبه بخلهوش يطلع من اللي هو فيه اول ما الباب تفتح الكلب خرج بسرعة عشان يروح للمحطة معاد رجوع صاحبه مش كتير لان البيت بعيد عن المحطة لغاية ما وصله وموظفين اللي هناك شافوه ومش عارفين هو ازاي قدر يوصل لهنا البنت وجوزها عرفوا انه في المحطة وراحوا عشان ياخدوه يرجعوه البيت مرة تانية الكلب مش راضي ياكل حاجة البنت حس بيه وقالت له احنا بنحبك ونتمنى تكون هنا معنا بس لو ده ضد رغبتك تقدر تمشي الكلب بلمس ايديها وكان بيوضحها وخرج من البيت بسرعة عشان يروح للمحطة تاني يستنى صاحبه مرت سنة وكل بدأ يسمع عن حكاية الكلب اللي مستنى صاحبه رغم موته قدام المحطة وبدأت الجرائد تكتب حكايته واشتهر حتى ان كتير بقوا يبعطوله فلوس للمحطة عشان اكله والاهتمام بيه شاف صديق باركر الجرائد اللي كتب عن الكلب وقرر يروح يزوره لانه كان شاهد على حكايته مع صديقه من اولها لما شافه قال انه هو كمان زعلان على موت صاحبه بس لو رغبتك توقف هنا وتستناه محدش يقدر يبنعك مرت سنين واسنين والكلب كل يوم يروح للمحطة الساعة خمسة لغاية الليل وبعدين يروح ينام في مكان ويرجع تاني يوم الصبح بعد عشر سنين جات الزوجة للبلد علشان تزور قبر جوزها ووصلت للبيت اللي كانوا عايشين فيه وزكرياتها مع جوزها قدام عينيها وصلت المجبرة اللي فيها حبيبها اللي فقدته وجي صديقه اللي رحب بيها وهم مش بصدقين ان عشر سنين مرت بالسرعة دي رغم مرور السنين الا انهم منسوهوش ابدا فهو الصديق والزوج اللي مش ممكن يتنيسي مهما مرت السنين وهي رايحة تركب القطرة مع صديق جوزها اتفاجأت بوجود الكلب في نفس المكان منتظره ولما راحت ليه لقيته كبر جدا هي مش بصدق ان كل السنين دي بيجي المحطة منتظر صاحبه الزوجة بتحكي الحفيدها عن ذكريات جوزها مع الكلب هاتشي والولد بيتفرج عصور بمنتهى الحماس لان جده مات وهو طفل راضيع الكلب في ليلة موته رجع المحطة رغم ان ده مش معاد رجوع القطر بس هو فضل يموت في نفس المكان اللي بيقابل فيه صاحبه لعله يستقبله من جديد ويجمع بينهم في مكان جميل بعد حزنه سنين طويلة على عدم لقائهم الحفيد واللي كان بيحكي قصة الكلب في المدرسة وكان بيفتخر بيها وبقصة جده معاه وقد ايه الولاء والحب للشخص المش ممكن ينتهيه حتى بعد الموت وهو راجع من المدرسة بابا جاب ليه كلب نفس فاصيلة كلب جده والولد سماه هاتشي تخليدا لذكرى كلب الوافي القصة حقيقة لكلب هاتشي واللي موجود ليه تمثال من البرونزة حتى الان في محطة شبوية في توكيو ودايما السياح يروحوا يزوروا التمثال عشان ياخدوا صور مع الكلب الوافي لصديقه سين جيه بنت كورية صينية بتشتعل مترجمة فورية وهي من افضل المترجمات في بلادها عشان كده بتشتعل مع الوزراء في اكبر المؤتمرات البنت بقى لها عشر صنين بتدور في كل المستشفيات والاقسام على شخص مهم في حياتها بس ما لقيتهش ورغم كده ما فقدتش الامر لو حتقعد بقيت عمرها تدور عليه لغاية ما تلاقيه الحكاية بدأت من عشرين سنة تقريبا كان الراجل ده عايش مع المساعد بتاعه بعد ما طلعوا من الجيش بيشتعلوا في شركة بتجمع الديون لصالح اشخاص وهم الاتنين بيروحوا بنفسهم عشان يلموا الاقساط الشهرية من المديونين وفي يوم كانوا بيدوروا على واحدة من المتاخر عليها الاقساط هي الام الفقيرة وعندها بنت هي سين جيه صاحبة قصتنا الرئيس بيتعامل مع الامر بمنتهى الحزن ودايما بيكون حريص يخب مشاعره الحقيقة لكن المساعد بتاعه بيزرح نيته وتأثيره بالحالات اللي بتعامل معاها لما الام طلب تديلها كم يوم عشان تقدر تسدد دين اللي عليها الرئيس قال لها لازم تدينا رهن هي فقيرة وما عنداش اي شيء ممكن ترهنه لغاية ما تقدر تسدد دينها الرئيس قال لها عندك بنتك حتكون رهن صغير لغاية ما تحضري فلوس كاملة اخد بنتها بالقوة الام توسلت ليه بس مفيش فايدة اخد البنت واللي مبطلتش عياط معاها طول الوقت اخدوها في العربية والبنت بتعايت جاب لها اكل ودالها لعبة صغيرة كانت متعلقة في عربيته بس البنت زعلانة على بعدها عن مامتها بيحاول يفاهمها انها ترجع لمامتها بكرة لما تدفع الدين اللي عليها الام بتحاول تجمع الدين راحت لصاحب الورشة اللي جوزها كان شغال فيها قبل ما يسيبها علشان يتجوز واحدة تانية مرضيش يدي لها مرتب جوزها اللي ميشي قبل ما ياخده اتصلت بواحد تعرفه عشان يسدد لها الفلوس بس هو ليه شرط مقابل كده هي وافت على طلبه المشكلة انها كان بتتكلم من قدام الورشة ولما شافها صاحب الورشة افتقرها بتبلغ عنه علشان مرتب جوزها وعلشان هو عارف انها مقيمة بصورة غير شرعية في البلاد بلغ عنها الشرطة لما اتطمنت ان الفلوس هتوصل لها كلمت الريس واتفقت تديره الفلوس في الشركة الساعة 9 الصبح وتاخد بنتها لكن الشرطة وصلت لها وخدتها عشان تراحلها من البلد وصل الريس والمساعد على بيتهم بالطفلة علشان تنام عندهم الليلة دي لحد ما ترجع لمامتها الصبح بعد ما تسدد دينهم البنت طول الليل بتعايد الصبح راحوا للشركة اللي بيشتعلوا فيها ومعهم الطفلة عشان مامتها تيجي تاخدها الساعة بقت 11 وما جاتش الام مدير الشركة مش مصدق انهم خطفوا طفلة ما كملتش عشر سنين من امها قالوا له ما كانش عندنا حل تالي بس تأخير الام حطوهم في ورطة كبيرة قدام مدرهم اخدوها علشان يرجعوها لبيت مامتها البنت مش عايزة تقولهم على مكان مامتها علشان خايفة عليها لحسن يزوها واستغلت فرصة ونزلت من العربية وهربت منهم دوروا عليها بس مش لقينا خلاص المساعد شايف ان خطف البنت اكيد سبب قلم لمامتها وانهم ممكن يساعدوا ويدفعوا دلها زي ما عملوا قبل كده بس رئيسه رفض المساعد شايفه عديم الرحمة بالام وبنتها وصلت البنت لبيتهم بس الشرطة كانت بتدور عليها استخبت لغاية ما مشهوا دخلت المكان اللي بتنام فيه مع مامتها وهو نفس المكان اللي بتشتغل فيه الام عاملة وافتكرت ذكراتها مع مامتها الام المحجوزة طلبت تشوف الرايس قبل ترحيلها من كوريا للسين اخد عنوان البيت من المحقق لان مش عارفين يوصلوا للبنت عشان تترحل مع مامتها لما قبل الام قالت له انها تعرض بنتها للتبني علشان لو اخدتها معاها مش هيكون لها مستقبل هناك هي عايزها تعيش احسن والتعلم كويس ودلت له تليفون عمها يتواصل معاها حيديله الدين وياخد منه الطفلة ويديها الاسرة غنية تتبنيها وده الاحسن لها وهي متأثرة جدا قدت له صورتها مع بنتها يدها له ويقول لها انها هتيجت تشوفها قريب بس لازم تكون كويسة ومطيعة مع الاسرة الجديدة البنت اخدت الشنطة بتاعتها وخرجت علشان تدور على مامتها وثابت لمامتها رسالة انها هتلاقيها الرئيس وصل للبيت علشان يلاقي الطفلة وعرف انها كانت موجودة من فردة جزمتها وشاف رسالتها لمامتها دخل الليل على البنت وهي في طريقة حاول واحد يسرقها الريس لحقها واخدها والبنت مسكت ايده وطلبت منه يلاقي مامتها قال لها ان مامتها سابتها وعمها هيجي اخدها وانه فيه اسرة هتتبنيها لو انت اجتهدي في دراستك هترجع لكمامتك بس البنت زاد عياطها علشان عايزة مامتها هو متأثر من عياط البنت بس بيحاول يكون قوي كاعدته ويفاهمها ان في الاخرى هترجع لمامتها وتبطل عياطه البنت هم في شغلهم نظفت البيت وغسرت لبسهم كله ولم راجعوا المساعد سابت عليها عشان زغيرة رئيسه مش فاهم ايه سبب تغيرها المفاجئ وانها بطلت عيوة البنت عارفة انها لما تكون مطيها هتجيلها مامتها علشان تشوفها الريس قال لها اه انت هتعيش في قصر كبير وحتروحي مدرسة جميلة وطبعا مامتك هتروح لك هناك تصل عم البنت عشان يحول له الفلوس ويسلمها له بس طلب منه يجيب لها اكله لبسه وفسحها لغاية ما يوصل اخدها علشان يشتري لها لبسه هي في الطريق كان بتقرأ اعلانات هو اصطرب جدا نفس الناس الزغير ده بترف تقرأ كوري هو بينادلها الرهن الزغير هي مش عايزها يقول لها كده لان لها اسم هو سنغي لما سألته عن اسمه قال لها دوسو هي ترجمة الاسم انه معناه الرأس حجري ضحك المساعدة عشان هو كمان شايفه دماغه نشفة البنت ما عجبهاش اسمه وغيرته وسميته سنغبو عجبه الاسم وقرر يسمي شركته الجديدة سنغبو للتوصيل الطلباء قدام المول التجاري البنت عمرها ما طلعت اشترت حاجة منه اخدها عشان يشتري لها لبس هي تعلقت بيه وعايزة طول الوقت تمسك ايده هو حريص انه يكون في مسافة بينهم دايما مش مصدق اسعار لبس الاطفال لكن في الاخر اشتري لها لبس كتير وكمان اكلها البنت كانت سعيدة قالت له في حفلة النهاردة لمطربها المفضل ولانها اخر ليلة لها معاهم هنفز لها رغبتها ويوديها الحفلة دخلها الحفلة من الباب الخلفي هي والمساعد وهو كان مستنيهم برا بعد الحفلة وقفوا في الصفة عشان يغطوا الاسطوانة بس طلعت مش مجانية وسعرات 18 دولار ورغم كده اشتريها لها عشان ما تزعلش في العربية شغلها الشريط وكانت سعيدة جدا وبسطة قال لها يا رهن يا صغير ما يفعش تقربي من حد كده عشان جابلك هدية لازم يكون فيه مسافة بينك وبين كل الرجالة المساعد اخر الليل بيحتفل بيها قبل ما تمشي بس البنت حزينة مش مبسوطة انها هتسيبهم الرئيس كمان متضايق بس مش قادر يعترف بكده حتى لنفسه الصبح قال لها هتقدر ترسليني لو فيه اي حاجة زعلتك لما وصل لعمها واللي ما كانش اصلا عارف اسمها والشيء اللي خلى الرئيس مستغرب ازاي عمها ما عرفهاش اخد البنت بعد ما دفع دين امها كله البنت كانت في غاية الحزن على فرقهم في الاوتوبيس البنت بتوضعه هو حزين وحاسس نفسه مش قادر يتنفس ومش فاهم هو ليه كده رجوع حياتهم الطبيعية جمع الديون بس هو رافض ينزل من العربية طول اليوم لما سألوا المساعد انه قال انا على الرهن الزغير طبعا انقر وقال له انا ايه علاقتي بيها ليه اقلق عليها انا تعبان شوية نزل عشان يتصل بيها عايز يعرف عاملة ايه بيتها الجديد واذا كانت مامتها الجديدة لطيفة معاها ولا لا وانها نسيت لعبتها عنده كان متردد يرسل الرسالة لان ده ضد طبيعته بس في الاخر ارسلها عمها سلمها بس اخد كل حاجاتها معا والبنت موصلهاش اي رسالة بيحاول يوصل لعمها بس زوجته كتبت عليه وقالرته انه بيسافر طول الوقت هي مش عارفة جوزها عمل ايه اكيد متورد في المشاكل بيدور على اي حاجة توصله لي اكتشف انه مش عمها اصلا وانه مجرد واحد عرض على امها انه ياخد بنتها للتبني لكن الام كانت رفضة في الاول وافقت لما اخده بنتها رهن وكان لازم تسدد الدين اللي عليها وتسلم بنتها لأسرة ربيها كويس قدر يوصله اخينا بس معرفش يوصل لمكان البنت الجديد وعرف انه باحة خلاص وانه مش عارف مكانها اللي اشترت البنت سيدة عندها ملها ليلي وبتخلي البنت تنظف المكان لغاية ما تكبر وتستغلها معاها في شغلها البنت عرفت انها مش هتوديها المدرسة ابدا حاولت تتصل بالرئيس بس فشلت اتعرضت لجرح وشها من زبون سقران في الملها السيدة علجتها بنفسها وما دتهاش للمستشفى البنت بالليلي اتصلت بيه واخيرا عرفت توصله لما لقاها بتعايت فهم ان في حاجة غلط حصلت عرفته المكان اللي هي فيه لما عرف انه ملها ليلي اتجن ازاي طفلت زي دي تكون موجودة في مكان كده وصل للبنت وقدر ياخدها ولقى وشها مجروح انه مفيش حد وديها للمستشفى كان حيادره بصاحبة الملها بس مسك نفسه وقال لها دفعتي كان فيها كتبت عليه ودودت المبلغ قال لها رسليني وانا هتضلك المبلغ وينسي البنت دي خالص اخدوها معاهم وخلى البنت تنام على رجليه وكانت بتعايت لما وصلوا البيت نايمها في مكانها ولما المساعد قال له مسكينا الرهن الزغير قال له اسمها سنغيي فهو كان متأثر بيها جدا واللي حصل له وقرر ينقذها ويساعدها بعد ما زال على غيابها عشان يسادد الفلوس لصاحبة الملها باع عربيته ودفع دين البن اخدها للدكتور عشان جرحها ووافق انه يعملها عملية تجميل رغم انها مكلفة بس عشان ما تسيبش اثر في وشها راح لشان يقدم ليها في المدرسة بس رفضوا عشان هي كورية صينية بس كان الحال الوحيد ان يتبنيها عشان تبقى كورية وتدخل المدرسة البنت كانت رفضة خايفة على زاعة المميطة بس المساعد اقنحها انها ده حيبسط مميطة علشان كده قبلت اول يوم في المدرسة كانت جهز زيباء الولاد وكمان كان محضر لها وجبة لذيذة البنت كانت سعيدة جدا اول نتيجة لها جابت الدرجات النهائية كانوا صعدة بها جدا واحتفلوا مرت الايام واهتماموا بيها ما بيقلش بالعكس بيزيد لغاية ما البنت كبرت ونفس فرحتهم بيها لما طلعت الاولى على مدرستها في اخر مرحلة لها في المدرسة يوم اختبار الجامعة كمان كان بيوصلها واقف على الباب بيدعيلها زي كل الاهالي اللي واقفين اول ليلة تصهر فيها مع صاحبها تأخرت هو مش قادر ينام من غير ما ترجع البنت رجعت ساكرانا وصاحبها شايلها قالت لي انا حتجوز الولد ده بعد ما دخلت قدتها تمسك الولد وكان بيستجوبه كأنه جوه الاسم جاله تليفون من جدة البنت بتقوله ان ما متها تعبانة وبتموت وعايزة تشوف بنتها طبعا اخدها لها علشان تشوفها الام فعلا تعبانة وبتموت وبنت لما شفتها فتكرت ملامحها وعيطت في حضنة الام مش عايزها تقرب منها علشان ما تتعلقش بيها عشان تقدر ترجع لحياتها تيه وتشوف مستقبلها قالت للرايس ان هي ممتنة لي جدا على رعايته البنتة طلبت منه روح لبابها هو كان فاكر ان بابها ميت بس هو عايش وغني كمان البنت لما روحوا بيتهم من الصبح لقيت جزمة الرايس متبهدلة وقديه وبيوفر فلوسه لها عشان كده راحت اشتغلت لمدة 3 ايام عاملة في مصنعه وبلغته انها عتروح رحلة مجانية طابعة للمدرسة وبالفلوس اللي كسبتها اشترت جزمة جديدة ليه في الفترة دي وصل لعنوان بابها وهو متجوز وعنده بنته وعايش في احسن حال اتصل بيها وجمعها بابوها ومش يوسبها لما رجع البيت المساعد كان زعلان منه جدا علشان هو كمان بيحبها وان كده هتختار ابوها وفي يوم فرحها هو اللي هيوصلها على رئيسها بش هم دخل قودتها وهو عارف ان عنده حق بس هي كمان من حقها تعيش سعيدة مع ابوها الحقيقي اتصلت البنت بيه وهي زعلانة انه ازاي يمشي وما يستنهيش عشان يرجعها اول مرة تقوله كلمة بابا هي قصرت فيه جدا وعرف انها اختارته هو انها تكمل معاه بدل ابوها الحقيقي اللي سابها من زورها في الطريق ديها كان في منتهى السعيدة بس حاسه متعبان وعمل حاسة ومن يوم ده اختفى مش لقياه هي والمساعد بتاعه عشر سنين بتدور عليه في الاقسام وبالصدفة كانت قدام الاعلان وافتكرت الاسم اللي سمته ليه ولما دورت بالاسم ده لقيته محجوز جوا في دار رعاية للمسنين المرضى لما وصلوا عنده كان هو فعلا عاية المساعد لما شافه مش فاكره وهي كمان حاولت تفكره بيها لما قالت له ان الرهن الصغير بنتك افتقرها جابت له الجزمة الهدية اللي مخدهاش وهي بتلبسها له لقت في شرابه دفتر توفير عمله كل سنين عمرها ليها عيطت وطلبت منه يسامحها انها ملقتهش كل الفترة دي افتكرت لما سألته يعني ايه الرهن الصغير قال لا يعني كنز لازم نحافظ عليه لغاية ما يكبر ساعدتها لا توصف بانها كنز عنده وده شيء ضحاقهم هم التلاتة هو بقى رهنها اللي حافظت عليه وعالجته وفي يوم فرحها كان هو ابوها اللي وصلها عند عرسها رغم مرضه هو فاكرها فهي الرهن الصغير اللي مش ممكن ينساه وعايش كل عمره يحافظ عليه ويكبره